أنا أقول لك إياها رغم أننا كنا نمتدح الشباب بشكل كبير جدا ونمتدح الحالة الهجومية المرعبة اللي كانت عند الشباب في المباراة السابقة رغم ضعف الفرق اللي واجهها الشباب كنا نقول أنه الاختبار الحقيقي أمام الهلال اليوم الحالة الفنية للشباب أنا من وجهة نظر الشخصية أنها انكشفت الجميع من شاهد المباراة اليوم تقريبا أنا أقولها أنا واحد منهم أنه غير نظرته في حالة الشباب الفنية صحيح أنه بإمكانه الاتحاد بإمكان النصر بإمكان الهلال بإمكان التعاون أنهم يكسبون هذا الفريق فريق عندما يواجه فرق تلعب بنفس الأسلوب نفس الشكل نفس الفعلية الهجومية يجبر على تغيير حالة كلها الفنية اليوم شفنا الفعلية الهجومية الشبابية موجودة لأنهم مجبرين يلعبون أمام فريق يجبرهم على التراجب كل الفريق الفوضى اللي كان يتكلم عنها أبو عبد العزيز اللي كانت في الهجوم فعلا تشابه الأدوار هذه كلها ترى أيضا من الاستحواذ الهلالي ترى الاستحواذ في الشوط الأول كان 50-50 في الشوط الثاني كان الهلال أيضا أكثر استحواذ لما تجي على الشخصية لما تكلم عن الشخصية وأن التأثيرات الموسم الماضي كيف مؤثرة في الوسط الرياضي بأكمله الجميع تكلم عنها نقات جماهير فرق تجدها اليوم في المبارات في المبارات تجد اليوم مدرب الشباب يبحث عن هذا الفارق عن الخمس نقاط تجد لعبين الشباب وعلى رأسهم بنيقة في آخر 20 دقيقة بنيقة يهدي لعبة الشباب ويهدي الرتم حارس الشباب يهدي الرتم أمام الهلال والهلال منقوص شوف بهذا النقص الكبير جدا ما فكر أنه يوسع الفارق إلى ثمان نقاط أو أنه يفكر يوسع الفارق أو يبقي الفارق مع النصر والاتحاد على أربع نقاط وعلى خمس نقاط لا لما تجي أيضا حتى الجهاز الإداري في الشباب قلت لك اللاعبين والمدرب تجي تلقى طراء الشيخ على الخط ويبغى التغيير الأخير اللي هو إضاعة وقت وقاعد يطالب الحكم بهذا التغيير وعشان إضاعة الوقت شوف الحالة اللي تعيشها الفرق أمام الهلال أنا أقول توقع الشخص يمكن الحالة دي زايدة عند الشباب بحكم الخمسة عشر مباراة وبحكم قلت لك تبعات الموسم الماضي لكنها موجودة بسرق كبير ترى خمسة عشر اليوم ست عشر رقم كبير أي أنا هذا اللي يقول لك أنه هذه كلها مأثرة بس مو بس فقط هذا اللي حدث أيضا للموسم الماضي هذا مأثرة في الوسط الجميع حتى النقاط يتكلمون عن الهلال الهلال اللي لا تأمن الهلال اللي لا تأمن ليش أنت اليوم كان يفترض تتخلص وتوسع الفارق مع الهلال ثمان نقاط وتبقي الفارق مع الابتعاد مع النصر منافسينك كلهم على اللقاء ويمكن أكثر حضوضا من الهلال على الوضع الحالي الفني والوضع الموجود اليوم